السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهم العشاب اللي لها فوائد كثيرة وعديدة للأغنام والماعز هي الحلبة لذلك يجب الاهتمام بيعطاء حبوب الحلبة للأغنام والماعز إما بشكل مباشر مع العلق أو بعد نقعها مع ماء الشرب ومن خلال هذا الفيديو نتعرف على أهم فوائد الحلبة للأغنام والماعز وما هي أهم النصاح الهامة بخصوص استخدامها للأغنام لذلك تابعوا معنا الفيديو للنهاية لاستفادة الكاملة من هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك ليصل إلى أكبر عدد من المهتمين في مجال تربية الأغنام والماعز جزاكم الله كل خير الحلبة هي نوع من العشاب الطبيعية ولها ثمار على شكل قرون وبداخلها البذور أو الحبوب التي نستخدمها لما لها من فوائد كثيرة فهي تعتبر قنية بمحتوها من الفيتامينات مثل فيتامين سي ومجموعة فيتامين بي ومجموعة كبيرة من العناصر المعدنية مثل الكاليسيوم والفوسفور والحديد وغيرها من معادن هامة تساعد في تقويض وزيادة نمو وبناء الجسم ومن فوائدها أنها ترفع المناعة عند الأغنام لأنها تحوي على فيتامين سي وأيضا تساعد في زيادة إدرار الحليب أو اللبن عند الأغنام المرضعة وترفع فصوبة الحيوانات وتساعد أيضا في تنظيف الرحم عند الولادة وأيضا يمكن استخدامها في حالات تعسر أو تأخر الولادة لأنها تحفز على انغباض الرحم ومن فوائدها أيضا أنها تساعد في فتح شهية الأغنام وزيادة أوزانها ومفيدة في حالات الضعف والهزال عند الحيوانات وتساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي عند الأغنام أو عند تعرض الحيوانات للتخمة أو البشمة لأنها تعتبر ملينة للأمعاء لذلك تم أعطائها عند تعرض الخراف أو الأغنام للبشمة مع زيت الزيتون فتساعد في تصريف محتويات الكرش وتسريع عملية الهضم فهي مفيدة للأغنام والماعز بشكل كبير وثمنها بسيط ويتم أعطائها للأغنام إما بشكل مباشر مع العلف بعد طحنها أو عن طريق نقعها بالماء وتجريعها للأغنام أو ترك الأغنام تشرب من هذا المنقوع والكمية المستخدمة مع العلف هي بمقدار كوب بذور مطحونة أو حبوب مطحونة لكل طاولة علف أو يتم نقع كوب حلبة مطحونة لمدة نصف ساعة في ماء فاتر وإضافة المنقوع لماء شرب الحيوانات ويمكن أيضا نقع حبوب الحلبة الصحيحة بدون طحن مع 100 لتر ماء لمدة 6 إلى 7 ساعات وترك الأغنام تشرب منها ومن أهم الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار عند أعطاء الحلبة للأغنام والماعز إنها لا تعطى للأغنام أو الماعز الحوامل لأنها قد تسبب انقباض للرحم وحدود حالات إجهاض أو إصعاد للأغنام والماعز الحوامل والأمر الثاني هو أنه عند استخدامها للأغنام الأمهات يجب أن يتم تطبيق نظام الفطام المبكر للبهم على عمر شهرين حتى تستعيد الأمهات وزنها الطبيعي بصورة سريعة بعد الحمل والرضاعة ويفضل استخدام الحلبة بصورة دورية على الأقل ثلاث مرات بالشهر نظرا لفوائدها الكثيرة للأغنام والماعز وكونها متوفرة في أغلب الدول وثمنها بسيط بالنظر إلى قيمتها الكبيرة للأغنام سواء الأمهات أو الكباش أو القرار وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته